نبدأ بقى أول أخبارنا وإحنا كده بنحب نبدأ محضراتكو بالأخبار الحلوة الإيجابية اللي خاصة بالنادي الأهلي وبنتكلم عن ماذا هنا بقى في الخبر ده الفخر والاعتزاز بالدور الرياضي تحديدا للنادي الأهلي اللي هو بيسعدنا جميعا وبيشرفنا جميعا وده مش كلام ومش طبعين نقول شعرات ليه لأن الواقع هو اللي بيثبت ده فيه واقع إحنا بنعيشه رياضة النادي الأهلي حقيقة هنا بشهادة مين بقى؟ بشهادة الأيزو دي شهادة بنحت للنادي الأهلي كأول نادي في مصر وفي أفريقيا بيحصل عليها نتيجة حرص مجلس الإدارة برئاسة كابتر محمود الخطيب على التطوير المستمر في قطاعات الأهلي المختلفة ويمكن اللي احنا عرضناها أكتر من مرة كنا حرسين دايما نعرضها يوم بيوم في عشر الصبح كمان في الأهلي وعلى البرامج المختلفة في قناة الأهلي نتيجة طبعا الجهد ده إنها حصلت بقى إدارة النادي على الشهادة المطابقة مع المواصفات الدولية اللي كلنا عارفنا طبعا آيزو 9001 عشان يصبح النادي الأهلي هنا أول نادي رياضي في الوطن العربي وقارة إفريقيا بيحصل على هذه الشهادة اللي بتعكس رغبة هنا القائمين على النادي في وضع الأهلي في المكانة اللي بيستحقها في كل العصور من برح المهندس عثمان محمد عثمان رئيس شركة الشرق الأدنى للخدمات NIS قام بتسليم الكابتل محمود الخطيب رئيس النادي شهادة الأيزو 9001 في حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي وطبعا ده جيء بعد اجتياز عملية التدقيق على كافة أنظمة الإدارة بالنادي اللي قام بيها فريق المراجعين الدوليين من شركة الشرق الأدنى لخدمات Near East Service أو NIS كان ممثلة للهيئة الأوروبية لإصدار الشهادات EuroCert وهي واحدة من كبرى الهيئات المنحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وأوروبا طبقا لمتطلبات المواصفات الدولية لنظم إدارة الجودة آيزو 9001 مجلس الإدارة كمان أشاد برئيسة طبعا كابتر محمود الخطيب بهذه الخطوة على الصعيد هنا الإداري خاص فريق المراجعين من شركة أني أس بتقدير كبير لما ظهر عليه من مستوى هنا بنتكلم فني وحارفة متميز طبعا أثناء عملية التدقيق وهنأ كمان المهندس عطمان محمد عطمان رئيس مجلس الإدارة لنادي على هذا الإنجاز مشيرا طبعا أن حصول النادي الأهلي على هذه الشهادة كأول نادي رياضي مصري وأفريقي بيحصل عليها بيمثل اعتراف دولي بتمنيه أحدث نظم الإدارة العالمية وكمان تطبيقها بنجاح كمان كابتر محمود الخطيب رئيس النادي أعرب عن ساعاته البالغة بحصول النادي الأهلي على شهادة المتبقة مع المواصفات الدولية الآيزو وقال أن الخطوة دي بتعكس إصرار مجلس الإدارة على السير بمنتهى قوة لتحقيق كل أهدافه في كل الانتجاهات ليس فقط الرياضية ولكن أيضا الإنشائية والإدارية كل ده بيحصل في ظل البحث الدائم عن وضع النادي في المكانة اللي يستحقها على كافة الأصعيدة وكمان بالشكل اللي يلبي طموحات كل أعضاؤه وكافة جماهير كابتر محمود الخطيب كمان أكد تأديره للتعاون مع شركة أنيئاس المفروض بتعد واحدة من كبرى الهيئات المناحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وأوروبا تبقى لمتطلبات المواصفات الدولية للنظم إدارة الجودة ترجمة نانسي قنقر